بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة زره حباً هذا المضمون وردت الإشارات إليه في روايات أهل البيت عليه السلام بأنك أيها المؤمن الزائر إذا أردت أن تقصد إلى زيارة الحسين عليه السلام اجعل هذه النية في قلبك بأنك تقصد إلى الزيارة حباً ولكن حباً لمن؟ الأمر المفروغ منه والمتأكد منه بأنك تقصد حباً للحسين عليه السلام لأنك إن لم تكن تحب الحسين عليه السلام لما كنت تأتي إلى زيارته فإذا هذا أمر مضمون لأنك جئت حباً بالحسين عليه السلام ولكن في الروايات الشريفة هناك نية أخرى هناك حب آخر يجب عليك أن تنويه عندما تريد أن تأتي لزيارة الحسين عليه السلام وهو أن تأتي حباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وحباً لأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليه السلام هؤلاء الثلاثة الأظهار الأطياب وردت الإشارة إليهم نصاً وصراحة في الروايات المباركة فإذا ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ الزائر الذي يأتي حباً لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء عليه السلام ما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟ لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصالح عليه السلام أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زوار الحسين بن علي؟ فيقوم عنق من الناس لا يحصيهم إلا الله تعالى من كثرتهم العنق هي إشارة إلى الطائفة إلى المجموعة فالإمام الصادق عليه السلام يقول بأنه يقوم هؤلاء الأشخاص ولا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى من كثرتهم فيقول لهم هذا المنادي ما أردتم بزيارة قبر الحسين عليه السلام؟ ما هو سبب زيارتكم؟ ما هو سبب إتيانكم لقبر الحسين عليه السلام؟ فيقولون يا رب أتيناه حبا لرسول الله وحبا لعلي وفاطمة صلى الله عليه وسلم أجمعين هذا هو السبب الذي دعانا إلى أن نأتي قبر الحسين عليه السلام ورحمة له مما ارتكب منه هذا أيضا سبب آخر وهي إشارة إلى المواساة أي أننا علمنا وسمعنا بما جرى على الحسين عليه السلام من القتل من التعذيب من هذه الأمور التي تعرض لها في يوم عاشراء هو وأهل بيته وأنصاره فنحن قصدناه مواساة له حتى نواسيه على هذه المصيبة نواسيه على هذه البلية والرزية فهذين السببين هما كانوا وراء زيارتنا لقبر الحسين عليه السلام لاحظوا قبل أن ننتقل إلى تكملة الرواية أنه لماذا حبا لرسول الله وحبا لعلي وفاطمة لماذا حبا لهم هذا يحتمل معاني عدة يحتمل إجابات عدة أولا لأنهم يحبونه رسول الله جده وعلي عليه السلام أبوه وفاطمة عليه السلام أمه كلهم يحبون الحسين عليه السلام فأنا عندما آتي إلى زيارة الحسين عليه السلام بسبب حبهم له فأنا أأتي لأنهم يحبونه سلام الله عليه قد يكون السبب الآخر لأنهم يحبون زيارته رسول الله وإهل البيت عليه السلام يحبون زيارة الحسين عليه السلام فأنا آتي حبا لهم لأنهم يحبون زيارة الحسين عليه السلام أعلم بأن هذا العمل عمل محبوب عندهم لذلك أنا آتي حتى أرضيهم حتى أدخل الفرح والسرور على قلبهم قد يكون السبب الآخر لأن الحسين عليه السلام هو ولدهم ودائما الأب الأهل يفرحون عندما يرون بأن الناس يفرحون ولدهم يسرون ولدهم فأنا آتي إلى زيارة الحسين عليه السلام لأنه ولدهم سلام الله عليه وقد يكون السبب في ذلك لأن هذا المكان مكان قبر الحسين عليه السلام هو مكان التقاء أهل البيت مكان حضورهم عنده سلام الله عليه فأنا عندما آتي إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام كأنما أتيت إلى زيارة رسول الله كأنما أتيت إلى زيارة علي كأنما أتيت إلى زيارة الزهراء عليه السلام فحبا لرسول الله وحبا لعلي وفاطمة يعني حبا لزيارتهم لأنني أعلم بأنهم موجودين عنده سلام الله عليه وهذا الأمر متواتر وموجود في رواية أهل البيت عليه السلام منها هذه الرواية بأنه ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر لزوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر له وموجوده عند قبر الحسين عليه السلام وتحضر وتشهد الزائرين لقبر الحسين عليه السلام وتستغفر له وهذا أيضا ما يؤكده الإذن للدخول للحرم الشريف للزيارة تجدون أنه في زيارات الإمام الحسين عليه السلام وفي ابن الدخول إلى الحرم الشريف دائما هناك سلام على رسول الله سلام على أمير المؤمنين سلام على الزهراء سلام على جميع أهل البيت هذه موجودة بكثرة في زيارات أهل البيت عليهم السلام ومنها زيارة الحسن عليه السلام فهي تدلع وإشارة على أنهم موجودين عندهم فإذن الزائر يزوره حبا لهؤلاء الأطياب الأطهار تكملة الرواية فيقال لهم هذا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فالحقوا بهم فأنتم معهم في درجتهم الحقوا بلواء رسول الله صلى الله عليه وآله فينطلقون إلى لواء رسول الله فيكونون في ظله في ظل هذا اللواء واللواء في يد علي عليه السلام حتى يدخلون الجنة جميعا لاحظوا هذا المنظر يمشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله ورايته خفاقة فوق رؤوسهم وحامل الراية هو أمير الممني عليه السلام حقيقة منظر لا يوجد أجمل منه وأروع منه الإنسان إذا طار بعقله وطار بفكره وسرح بخياله لرأى جمال هذا المنظر جعلنا الله وإياكم وأرانا هذا المنظر إن شاء الله تعالى في الآخرة بأننا نسير مع هؤلاء الأطياب الأطهار وحتى تظل لواءه فيكونون يعني هؤلاء الزائرين أمام اللواء وعن يمينه وعن يساله ومن خلفه يعني يحيطون برسول الله وبأمير المؤمنين وبفاطمة وبالحسن وبالحسين يحيطون بهم من كل الجهات ويمشون معهم حتى يدخلوا الجنة جميعا دفعة واحدة هذه كلها كرامة لمن زار الحسين عليه السلام حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وحبا لعلي وفاطمة عليهم السلام جعلنا الله وإياكم من زائري الحسين عليه السلام حبا لهم في الدنيا ومن الفائزين بشفاعتهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الضاهرين اشتركوا في القناة